معنا في الستوديو رئيس قسم المرافق في مدينة مصدر الأستاذ ناصر المرزوقي أهلا بك أستاذ ناصر متى سنرى هذه السيارات في شوارع العالم العربي ومتى سنقف على محطة شحن كهذه المحطات أيضا لنعبي كم كيلوات بدلا من كم لتر من البنزين بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج القيم بالنسبة للسيارات الكهربائية طبعا هناك مقاومات عدة لهذه السيارات منها في بداية التكنولوجيا تطوير التكنولوجيا والأبحاث والتطوير طبعا دور الحكومات في إقرار التشريعات والقوانين في هذا المجال ثالثا وجود البنية التحتية المناسبة لنشر هذه التقنية رابعا ممكن نتكلم عن نشر الوعي وأهمية السيارات الصديقة للبيئة بحيث أنها تحد من الإنبعاثات الكربونية وإضافة إلى ذلك بأنها تحد من الظواهر مثل التغيير المناخي وخامسا أهمية الاستثمار في هذا المجال كما نرى أن الدول المتقدمة قامت تستثمر في هذا المجال من فترة بعيدة أما بالنسبة للدول العربية طبعا مقاومات الدول العربية تختلف من دولة إلى أخرى ولكن أنا بمنظوري الشخصي أرى بإمكانية استخدام هذه السيارات في دولنا في الفترة في ممكن في الخمس سنوات القادمة الوعي قاعد ينتشر اهتمام الناس في هذه النوعية من طرق النقل المستدام قاعد يزيد ممكن نقول التطور في التكنولوجيا تطور مستمر جدا طبعا في شركات عالمية قامت تستثمر في هذا المجال مش بس في السيارات في تقنيات الشحن السريع في تقنيات البطاريات طبعا السر يكمن في السيارات الكهربائية في البطارية كم ساعة البطارية كم من الطاقة ممكن أن تشحن ووزن هذه البطارية بحيث أن الوزن يأثر على السرعة أو مدى المسافة التي يمكن يأخذ السيارة حاليا ممكن نقول السيارات الحالية اللي موجودة في السوق ممكن تمشي إلى 200 كيلو متر في شحن كامل إذا تواجدنا سيارة أو التقنيات تطورت بحيث أن السيارة ممكن تمشي إلى 400 كيلو متر فهذا معناته إذا أنا أقوم بشحن سيارتي بالليل ممكن أستخدمها طوال اليوم فأنا أعتقد التطور مستمر وأعتقد أن تكون في تجارب قادمة قريبة طيب ذكرت عدة عوامل لتطور أو ازدهار هذه الصناعة أو هذه الثقافة إذا استطعنا القول ذكرت دور الحكومات ما المطلوب فعلا من الحكومات لتطوير هذه الصناعة لجلبها إلى منطقتنا العربية دور الحكومات مهم وأساسي جدا بداية مثلا في تطوير وتشجيع الأبحاث وتطوير في هذه التقنيات ثانيا ممكن نقول الاستثمار في هذا المجال الاستثمار في تشجيع الشركات في استخدام هذه النوعية من السيارات ممكن نقول السيارات الأجرة المساهمة في ربط المدينة بشبكة من محطات الشحن الكهربائي فهذا طبعا من أشياء المهمة والأساسية كدور الحكومة في تزويد البنية التحتية التي تساعد استخدام هذه السيارات ممكن نقول أيضا رفع الضرائب عن هذه السيارات أو الجمارك عن هذه السيارات أو الملحقات التي تأتي مع هذه السيارات وأيضا تشجيع القوانين بحيث أن التعرفة مثلا تعرفة استهلاك الكهرباء لتزويد السيارة المعينة بالكهرباء تكون مكافأة أو تنافسية للوقود التقليدي مثل البترول والديزل طيب هي موجودة في السوق أنت ذكرت قبل قليل بأن هناك موجود ولكن باختلاف كامل بالمواصفات هذا الشيء هو بالفعل جديد هل بدأت الشركات العالمية الآن بالتوسع بإنتاج هذه هذا النوع من السيارات نعم حاليا في العالم نشهد تنافس كبير بين الشركات المختلفة مثل المرشيد سبينز مثل تيوتا مثل نيسان من خلال جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل في السنة قبل الماضية كان هناك الفائز بالجائزة الأولى كانت شركة تيوتا وذلك تقديرا لجهودهم في مجال تطوير السيارات الكهربائية في شركات قائمة فقط تقوم بتطوير البطاريات وشركات أخرى تقوم بتطوير الشاحن السريع أنا أتوقع مثلا من التجارب التي ممكن نشاهدها في أوروبا في تجربة في كاليفورنيا بحيث أن الشخص الذي يشتري مثلا سيارة كهربائية تكون مدعومة من الحكومة تسقط عنها 30% من قيمة السيارة وذلك طبعا تشجيعا للناس استخدام السيارات الصديقة للبيئة وتخفيض المبعاثات الكربونية في المدينة نعم طيب يعني كما تحدثنا أن الموضوع يحتاج إلى توعية وعي هي ثقافة بالنهاية ما دور مصدر أنتم في هذه المؤسسة الرائدة بمجال البيئة بالتوعية وربما نشر هذه الثقافة ليس فقط بالإمارات ولكن ربما بالوطن العربي بالمنطقة العربية كلها نعم هذه من أهدافنا تعتبر مصدر منصة عالمية لتطبيق التكنولوجيا والخطط الاستدامة العالمية طبعا مدينة مصدر تعتبر من أكثر المدن الاستدامة في العالم وحاليا عندنا في مصدر أسطول يتكون من 12 سيارة كهربائية ولدينا محطة شحن كهربائي سريع بحيث أن فعالية استخدام هذه السيارة كنا نشحن السيارة في خمس ساعات الآن نشحنها في نصف ساعة مما يزيد فعالية الأسطول مع صغر الأسطول يعتبر الأكبر في الدول العربية الشاحن السريع يعتبر الأول في الدول العربية طبعا هدفنا هو الإبحاث والتطوير مما نجد النوعية المناسبة أو كيف نرقى بهذا السيستم استخدامه على مدى أكبر وبفعالية أكثر استخدمنا سيارات الكهربائية في نقل الناس في مدينة مصدر ومن ثم من وإلى مدينة مصدر من مدينة خريفة وأيضا استخدمناها في القمة العالمية لطاقة المستقبل حيث قمنا بنقل الزوار من مركز أبوظبي للمعارض إلى مدينة مصدر وأيضا سنقوم بذلك من ضمن أسبوع أبوظبي للنقل المستقبل كل التوفيق شكرا لك كتابنا في الستوديو رئيس قسم المرافق في مدينة مصدر الأستاذ ناصر المرزوقي شكرا لك شكرا لك شكرا لك